السلام عليكم اسمي ويليام ملوك مجاب داو انا اعمل ضابط مشروع في جنوب ويندم ويندم كميونيتي ان ابدكيشن سنتر ان غربي ملبن بكتوريا استراليا النهاردة انا جاي اتكلم عن الحظر رغم اربع والحظر رغم اربع الحكومة فرضت الحظر دية من يوم اتنين تمانية اليوم 13 تسعة اي لمدة 6 اسابيع او شهر ونص ما في واحد يطلع من بيته عشان اصابات كورونا بيروس ارتفعت شديد وعشان حكومة تغلل من الكلام دا لابد الكل واحد يكون قاعد في بيته عشان ما ينقلوا مرض للناس تانين وحكومة قال لك بس تطلع من البيت للاشياء الاتي واحد اذا كان انت ماشي شغل وعندك تصريح او اذن للشغل ويكون مكتوب ويمضاو صيد الشغل اللي انت ماشي تشتغل معاو دا حكومة يسمح لك تطلع من البيت حكومة تسمح لك اساسا اذا كان انت ماشي كمان تعمل رعاية لزول او انت ماشي للدكتور اذا كان انت عيان كمان حكومة يسمح لي كمان تمشي الرياضة لمدسعة ولمسافة خمسة كيلومترات من البيت بتاع كمان حكومة يسمح لي كمان تطلع من البيت اذا كان انت ماشي للرياضة اذا كان عندك طفل صغير وما في زول يقدر يشوفه انت بتشيله معاو حكومة بيقول لك كمان انه من تطلع من البيت وانت ماشي للرياضة او ماشي السوق لازم تلبس كمان كمان ما يكون فيه اكثر من نفرين لو انت طالل للرياضة اذا كان انتو نفرين بس حكومة بيقول لك كمان لو انت ماشي تشتري الاكل ممكن تمشي الدكان لمسافة خمسة كيلومترات تشتري الاكل ولو الدكاكين او السوق بعيد منكم اكثر من خمسة كيلومترات امشوا واشتري الاكل لكن لكل الناس الموجودين في البيت نفر واحد بس يوم بيمشي يشتري الاكل للناس البيت في يوم حكومة كمان بيسمح لكمان انا اساسا الدكاكين بتار الاكل مفتوحة مطائب ومقاهي مفتوحة للوجبات السريع ما في زول بيمشي بياقل فوقه تمشي تطلب الاكل وتمشي على طول كمان بيقول لك اماكن تابية بتاعد الخمور محل بيبيه فيه مريسة او الكهول برضو مفتوح تمجي تشتري وتجي راجع وكمان لو كان عندك اولاد صغار زي ما قلت لك جبيل ما يبقوا في البيت برا وممكن تشيلهم ايال صغار حكومة بيقول لك كمان لو عندك زول ده توصل الشغل وتجيبه من الشغل لانه زول ده ما عنده رخصة او ما بيجدرسوك بشيل من خود صورة بتاعد اذن الشغل في العربية معاك عشان لو بوليسة علك انت توريه اذن بتاعد الشغل تاعد الزول لانت ماشي تجيبه او انت ماشي توديه الشغل اه حكومة بيقول لك كمان لو انت شعرت انت بجيد عيان امشي للكشف واذا الكشف بتاعد الكورونا طلع اساسا انت مصاب الزم البيت ولو ده يرى اي مساعدة انت تتصل بالتلفون دي اللي هو واحد تمانية سفر سفر تلعة تسعة تمانية ست سبعة خمسة اخواتي والاخواني دي الحاجات المسموهة للحكومة اللي انت بتقدر تعمله وحاسي جاين للنمر اتنين الحاجات الغير مسموهة حكومة بيقول لكم ما في زول يمشي المدارس ولا يمشي جامعات لان الجامعات والمدارس كلها مكفولة والتعليم في انترنت online دي التعليم الموجود هسا حاليا وكمان الحكومة بيقول لك ممنوع واحد يمشي اللي يصيد بتاعد الاسماك او الليب بتاعد القلف او اللعبة بتاعد الكورة او نشاطات تاعد الرياضة الاخرى كلها ممنوع الحكومة كمان بيقول ما في زول اللي يعمل حفل بتاعد الزوائق وإلا بإذن خاص أو في حالك خاص في المدارس الأولاد اللي بين في المدارس فقط ده إيال الناس الشغالين وإيال تعالى الناس العيانين اللي هو أبو هاتم ما قادرين يشوفون في بيوت دي الناس ممكن يمشي المدارس فقط والمدارس يشوف الأولاد دي ال في المدارس كمان الحكومة ما بيسمح لك عشان تطلع من البيت من الساعة الثمانية بالمساء حد ساعة خمس صباحا في الفترة دي انت ما تكون خارج البيت لو لقوق خارج البيت الحكومة بغرمك البوليس منتشر في كل مكان وإذا كانت ما التزمت بالغوانين ده يا أخواتي وأخواني الغرامة كبيرة شديد جدا ومش غرامة بس نحن لازم نسمع كلام ما نخالف قوانين بتاع الحكومة لأن الحكومة عملت هذه القوانين لحماية بتاع المواطنين لحمايتنا عشان نكون الناس كويسين ومعينين وده أنا بخليكم في رعاية الله ونشوفكم بالسلام شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة